رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيدي اللهية تبحت اليوم بالرباط مع المفاوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتواصل ستيفن فول الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة كان الحديث حول التطورات الأخيرة على صعيد المملكة إن على مستوى السياسة الجديدة للجراء واللجوء أو على مستوى الأوضاع المتقلبة في الساحل والسحراء أو على مستوى العلاقات الثنائية بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي المسؤول الأوروبي نوها خلال مباحثات بصلاحيات الواسعة التي أضحت تتمتع بها مؤسسة البرلمان في ظل الدستور الجديد للمملكة زيارة المفاوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع إلى المملكة تأتي لبحث التقدم المحرز في مسلسل الإصلاحات والجوانب المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب